بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى أيها المباركون أيها الكرام أيها الصائمون والصائمات عليكم سلام الله و من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكروا نفسي وإياكم من بعض الآفات آفات جوارحنا التي قد تفسد علينا صيامنا بالعكس ليس فقط تفسد صيامنا تفسد عبادتنا تفسد علينا كذلك أجرنا و ثوابنا و كل ما تقربنا به إلى الله سبحانه وعز وجل في هذا الشهر الفضيل غض البصر عما حرم الله سبحانه وعز وجل وإطلاق البصر على المباحات وعلى الأمور التي لا يحاسبنا الله عليها نحن بين هذه و تلك فغض البصر غض البصر شيمة أو من شيم من شيم الرجال المتقين الصالحين المخلصين غض البصر خلق كريم وزينة وإيمان وحياء و تمام الأخلاق غض البصر خلاف لإطلاق البصر على ما حرم الله فإطلاق البصر على ما حرم الله مرض من أمراض النفوس ومرض من أمراض القلوب والعياذ بالله فغض البصر سواء في غير رمضان أو في رمضان وفي رمضان من بابي أو لا وإطلاق البصر على ما أحل الله أن أنت في المباحات في رمضان أو في غير رمضان ففي رمضان يفسد علينا صومنا يفسد علينا صيامنا وعبادتنا وكل ما تقربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورا الناس تتقرب بجبال من الحسنات كجبال تهام يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيجعلها الله هباء منطورا إذن الهباء منطور في حديث النبي وفي الآية الكريمة يقول الحسن البصري رحمة الله عليه غض البصر عن محارم الله يورث حب الله ربي حبك وإنت تحب ربي سبحانه وعز وجل الله يحبك إذا غضت البصر عن تحك عما حرم الله سبحانه وعز وجل وأحببت في هذه المتناقضات أو المتضادات أسردها على أذانكم فمثلا غض البصر عما حرم الله سبحانه وعز وجل يورث قوة القلب وعكسه يورد انطفاء الإيمان في قلب الإنسان المؤمن غض البصر يصلح البصر ويسد مداخل الشيطان وأما إطلاق البصر يضعفه لأنه سهم من سهام إبليس الشيطان والعياد بالله غض البصر سلامة من دين الناس كما تدين تدان سلامة البصر دين الناس أو غض البصر هو سلامة من دين الناس يوم القيامة وإطلاق البصر على ما حرم الله وعلى المحارم فضيحة يوم القيامة وخزي والعياذ بالله غض البصر رفعة يوم القيامة ربي به يرفعك سبحانه عز وجل أما إطلاق البصر على المحرمات وعلى المحارم فهو يعرضك والعياذ بالله إلى نزع البصر ربي ينزع البصر انتعك غدا يوم القيامة ويقلع العينان بمصمار والعياذ بالله وهذا أقل ما يحاسبك بها ربي سبحانه عز وجل بل أشد من ذلك عند ربي العالمين قال تعالى قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى مظهر منها إذن فغض البصر خلق كريم وخلق رفيع في دين محمدين صلى الله عليه وسلم غض البصر يصلح البصر والبصيرة غض البصر حياء من الله وخشية وتقوى غض البصر ينور به القلب ربي سبحانه عز وجل غض البصر انتصار على النفس وعلى الشيطان غض البصر توفيق اللسان إلى الحكمة وربي من يعطيش الحكمة للناس جميعا وإنما ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا يؤتيها للمتقين غض البصر ستر الله علي وعليك أخي المؤمن أختي المؤمنة غض البصر نراه في قبورنا عملا صالحا وفي أبهى حلة ونحن في قبورنا بستر من الله سبحانه عز وجل وستر تقوى الله وكما ذكرت في حصة سابقة تقوى الله غدا يوم القيامة يكون ستر الله عليك بقدر تقواك وخشيتك في هذه الحياة الدنيا وآخر ما درست وقريت على تقوى الله يقول عبد الله بن عباس والله لو أطبق الله السماوات على الأراضين لجعل للمتقين مخرجا ويقول ربي في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد تقبل الله من نومكم صالحات الأعمال وصح صيامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركته اشتركوا في القناة